موسيقى خرجنا من السجن الشمى الأنوف كما تخرج الأسدو من غابها نمر على شفارات السيوف ونأتل منية من بابها قالها يوماً أبو الأحرار محمود محمد الزبيري بعد خروجه من سجون الإمامة هي نفسها ذات الروح المتحدية والصلبة التي خرج بها معتقلون من أبناء مديرة السدة بمحافظة إب بعد خروجهم من سجون الحوثيين على خلفية إقامتهم احتفالات بعيد ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة واستقبال الأهل لهم كالأبطال بالعلعب النارية والأغاني الوطنية في هذا المشهد قسر الحوثيون كل ما بنوه من أجل تخويف الشعب من الخروج للاحتفال بذكرى أم الثورات ثورة السادس والعشرين من سبتمبر فان كانت وما زالت ميليش الحوثي تنضي في حملة منظمة لإسكاة الأصوات المعارضة مستخدمة أدوات الاعتقالات التعصفية والإخفاء القسري والتعذيب لترسيخ هيمنتها مؤخرا باتت الاحتفالات بذكرى سبتمبر ورفع راية الجمهورية اليمنية جريمة تواجه بالاختطاف والتنكيل في طار سعي الحوثيين لفرض سيطرة ملكاملة على المجال العام وتحديد الحدود التي يمكن للمشمع التحرك فيها وهي جرائم وثقها تقرير حمل عنوان الانتقام بأثر رجعية صادر عن منظمة سامن الحقوق والحريات وتطرق عن حجم الانتهاكات المستمرة التي تمارس الجماعة بحق المدنيين لن أصبح الخوف السلاح الأبرز لجماعة الحوثي حيث يطوع المجتمع وتكتم الأفواه في ظل تهديدات لا تنتهي فواقع يسوده الرعب حتى أسر المختطفين لم تسلم التقايد الجماعة صمتهم بسلامة أحبائهم المعتقلين ما يضيف بعضا آخر لمعاناة الناس في مناطق سيطرتهم ورغم هذه الانتهاكات الجسيمة تظل الساحة الإعلامية والخطاب الرسمي غائبة عن تقديم أي دعم حقوقي أو قانوني للمختطفين وأسرهم ما عدا بعض التقارير التي تصدر على فترات متقطعة تاركة هؤلاء تحت وطأة الظلم دون نصير مشاهدين الكرام هذا الموضوع الهام ننخشه في حلقة العلاء مع ضيوفنا الذين ينضمون إلينا لاحقا تعالوا في البداية نشاهد هذا التقارير ونعود حرية التعبير عمل محظور والاحتفاء بعياد الجمهورية جريمة يعاقب عليها بالسجن والتنكيل إنها سلطة الخوف تكرسها مليشي الحوثي بخطا ثابتة لتعيد هندسة المجتمع مستغلة القوة الأكثر فاعلية لديها قوة الرؤب تقرير الانتقام بأثر الرجعي الصادر عن منظمة سام للحقوق الحريات الذي وثق حالة القمع الحوثية ضد المحتفين بذكرى الثورة السبتمبر يكشف عن أبعاد الانتهاكات المستمرة والتي لا تتوقف عند الاعتقالات التعسفية بل تمتد إلى الإخفاء القصري والتهديد والتعديد لم تتدخر المليشيا جهدا في تكميم الأفواه حتى بات الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية تحديا لشرعيتها بل ولوجودها ذاته كامتداد لنظام إمامي أطيح به منذ عقود مشهد يشكل انتهاكا صارخا لكل القوانين المحلية والدولية ويضرب عرض الحائط بالدستور الضامن حرية الفكر والتعبير لا قوانين هنا ولا محاكمة عادلة إذ تتم الاعتقالات دون تهم رسمية ويحرم المعتقلون من أبسط حقوقهم الإنسانية بما في ذلك الرعاية الصحية والاتصال بأسرهم مليشيا الحوثي جعلت من الخوف حارسا لمشروعها بعد حملة قمعية منهجية ضد المحتفين بذكرى ثورة سبتمبر حيث تخضع العائلات بأكملها لرقابة مشددة وتدفع الجميع للصمت خوفا من الاختطاف أو الإهانة أو التعذيب عوضا عن تقليص سرعة الأنترنت وفرض رقابة مشددة على منصات التواصل الاجتماعي ليصعب على النشطاء توثيق الأحداث مما يعكس حجم التدهور في الحقوق والحريات العامة القمع الممنهج يهدف إلى تعزيز نفوذ الجماعة في أي مفاوضات سياسية قادمة ودفع الأطراف البحلية والدولية إلى الرضوخ لمطالبها تحت طائلة الضغط والترويع منظمة سام طالبت بضرورة توثيق هذه الجرائم والعمل على محاسبة مرتكبيها أمام القضاء الوطني والدولي مشيرة إلى أهمية التعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية وتعزيز الوعي العالمي حيال الوضع الماسوي في اليمن مع كل اعتقال تعسفي ومع كل صوت يتم إسكاته يترسخ نظام رعب ينشر الرهبة ويقوض إرادة الأفراد وتمتد ظلال الخوف وتتسرب إلى كل بيت وكل شارع وتساءل الناس هل يستمر الحوثي في إدارة مجتمع محكوم بالخوف؟ أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام للحديث عن هذا الموضوع دعوني في البداية أرحب بضيفي عبر الإسكايب رئيس منظمة سام للحقوق والحرية سيد توفيق الحميدي وينضم إلينا أيضا عبر الأقمار الصناعية من مأرب الباحث الأكاديمي الدكتور أحمد قطينا أهلا وسهلا بكم ضيفي العزيزين أبدأ أولا معك سيد توفيق نريد أن نعرف في البداية عن حجم الاعتقالات التي طالت الشباب وأيضا النشاطاء الذين احتفلوا بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر في سجون الحوثين أنتم في المنظمة هل لديكم أي إحصائية عن أعدادهم في سجون الحوثين؟ مساء الخير أخي الكريم لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة في الحقيقة التقرير الذي صدر من منظمة سام واستعرضتموه في تقريركم هو رصد ما يقارب 700 إلى 800 معتقال لكن لم نتتبع أو لم نوالي معرفة من بقى داخل السجون ومن بقى خاخة ومن تم الإفراق عنه لكن في المقبل هناك أعداد باعتقادي تربو على المئتين من المعتقلين ما زالوا في السجون خاصة في محافظتي مأريب ومحافظة صنعاء التي شكلت الكتلة الصلبة لهذه الحراكة الثورية أنا باعتقادي ما حدث في السادس والعشرين من سبتمبر هو يذكرنا تماما بما ورد في رواية الكاتب البريطاني عام 1984 والتي عبرت أو صورت الرقابة الأمنية التي تتتبع الأنفاس والخلقات والاجتماعات وحتى الخواطر التي يمكن أن يتحدث عن هذه الإنسان هذا ما حدث بالضبط يعني تصور أن البيضاني في محافظة الذمار عائب أكبر على حذف كافة نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي واعتقل لأنه فقط أنزل الشعلة على الصفحة على الفيسبوك بدون أي تعليق فقط لأنه أنزل الشعلة وهكذا البعض اعتقل بسبب منشور والبعض اعتقل بسبب شعار والبعض الآخر لأنه شارك يعني تحولت البلد إلى حلبة طيب يعني سنتطرق لاحقا لتحليل هذه التصرفات التي أقدم عليها الحوثيون لكن قبل ذلك هل وردتكم أي معلومات عن ما الذي واجهه هؤلاء المعتقلون عندما كانوا في السجون الحوثين ولماذا أيضا سيتوفيق يتم نقل أغلب من تم اعتقالهم على خلفية الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر إلى صنعاء كان هناك معتقلون نقلوا من عمران من محافظة إب من ذمار وغيرها إلى محافظة صنعاء أنا باعتقادي من أجل أن ندرك أو نضع هذه المعركة في سياقها المعركة اليوم تدور بين جماعة الحوثي وبين الذاكرة الوطنية جماعة الحوثي اليوم تسعى إلى إعادة تشكيل الذاكرة الوطنية والهوية الثقافية والتاريخية للمجتمع اليمني وبالتالي من أهم ركائز إعادة بناء هذه الذاكرة هي المناسبات والأعياد والاحتفالات ولذلك نرى جماعة الحوثي أنشأت عدد من الاحتفالات والمناسبات تصبغ بها المدن باللون الأخضر ولديها طقوس معينة من أجل أن تبقى الذاكرة الوطنية معبئة بهذه المناسبات التي تنطبع بطابع جماعة الحوثي جماعة الحوثي لديها إشكالية مع ثورة السادس والعشرين من سبتمبر التي تعتبرها في الحقيقة هي تهديد مباشر لأيدلوجيتها لأن هذه الجماعة جاءت امتداد للفقر الإمامية سواء وافقت على هذا الأمر أو رفضت وبالتالي اليوم المعركة هي معركة عن ذاكرة الوطنية سيد توفيق سنتحدث عن البعض الاشمائي لاحقا لكن أريد أن نعرف عن هذه التفاصيل أنا أريد أصل إلى هذه النقطة يعني في النهاية لا يمكن أن نتحدث لماذا تم نقل أبناء عمرانة وأبناء إب إلى محافظة صنعاء بدون أن نضعها في هذه الأبعاد هذه الجماعة اليوم تستهدف الرموز الوطنية تسعى لإعادة كتابة التاريخ تسعى إلى السيطرة على الهوية وبالتالي هي إنشأة اليوم لو تلاحظ أن مع انتفاضة 26 سبتمبر الحالية الذي تصدى لها في الواقع هو جهاز الأمن والمخابرات هذا الجهاز هو المكلف اليوم بحماية جماعة الحوثي حماية الجماعة عقديا وبالتالي هو الذي تصدى للموظفي السفارات والموظفي الأمم المتحدة واليوم يتصدى لثور 26 سبتمبر جاء هذا النقل إلى داخل صنعاء بحيث يكونوا قريبين من هذا الجهاز ليتم التعامل معهم وفق منهجية مغايرة للسابق نحن من خلال الشهادات التي تتبعناها في كثير من المحافظات كانوا يذهبون إلى أجهزة الأمن أو حتى أجهزة الأمن السياسي في الصنعاء في المحافظات يكون لديهم كلمة واحدة هؤلاء محتقزون بأمر من الأمن والمخابرة بمعنى اليوم لدينا جهاز آخر هو المتكفل بحماية هذه الجماعة وهو يدير هذه المعركة معركة الذاكرة الوطنية مع اليمنيين ومحاولة استئصالها أو قمعها من أجل استبدالها بذاكرة جديدة للأجيال القادمة نعم إذن هذه نقطة انطلاق لإدارة هذا النقاش حول الأسباب هنا أريد أن أسأل ضيفي سيد أحمد قطينا عن قراءته لتعامل الخوطيين مع هؤلاء المختطفين والمعتقلين بشكل مختلف عن باقي القضايا لماذا برأيك سيد أحمد؟ أياكم الله وأسعد الله مساك أخي الكريم لا بد أن نبين حقيقة مفادها أن هذه الجماعة بالنظر إلى تاريخها ومشروعها الطائفي والسلالي منذ قرون فهي بلا شك جماعة متطرفة تستند إلى كل ما تقوم به إلى مورثات وإلى معتقدات هذه المعتقدات ترى فيها صاحبة الحق وأن هذه المعتقدات منحتها الأفضلية في النسب والجينات ومنحتها الأفضلية في الحق ومنحتها مزايا عديدة وبالتالي فهي ترى في المخالف لها المخالف لفكرها المخالف لانتمائها المخالف لكل ما من شأنه أن يقف أمام هذه الجماعة ومشروعها ترى فيه عدوا و26 سبتمبر بما يحمله من رمزية وباعتبار أنها التاريخ وحقبة وزمن لهذه الجماعة فهي ترى فيه أشد الأعداء لأنه حرمها هذه الميزة الميزة في الحكم الميزة في الأفضلية الميزة في النسب تساوى الناس في الطبقات في الأنسب فجماعة الحوذي ترى في 26 سبتمبر أهم القضايا بين مشروعها وبين المشروع الجمهوري ومشروع الحرية والعدالة والمساواة فهي بهذا ترى فيه كما أسلفنا ترى فيه المجهز على مشروعها المجهز على موروثها فمنذ قلاب جماعة الحوذي حاولتنا في هذه الاتهامات بقولها نحن خرجنا إلى ميدان التحرير وأشعلنا شعلة الثورة واحتفلنا بثورة السادس والأشهر من سبتمبر ممتاز ممتاز هذا كلام الاعتقالات الاعتقالات كانت قبل المناسبة بأيام فكل شخص رأت فيه أنه سيشعل شعلة الثورة أو سيحتفي أو رأت له نشاطا من الأعوام الماضية بادرت باعتقاله وبادرت بإخفائه وبادرت بانتهاكات متعددة هذا أمر الأمر الآخر يعني جندت جندت نشطاءها جندت يعني ميليشياتها وأجهزتها بل حتى أنها وزعت الصم قالوا حتى بعضهم قال بعشرات الآلاف فهي مستنفرة يعني بمعنى أنها تقول أنها تتيح للناس الحرية وأنها ستحتفي وتحتفل هي من باب الخداء لكنها جندت كل إمكاناتها وكل أجهزتها وكل مؤسساتها ترغيبا وترهيبا لجمع لكل من يخرج لإحياء هذه المناسبة وهذا يدل على خوفها ويدل على العداء التاريخي بينها وبين هذه المناسبة الكبيرة والعظيمة العظيمة لكن يدلل لنا هذا على توقعان الشعب للحرية وعدم استسلامه وعدم الانصياع أمام القوة القاهرة وقوة الصوت والسنان نعم طيب سيد توفيق أنت كنت قد أشرت في بداية حديثك إلى رواية جورج أورييل 1984 ونتحدث هنا عن محاولة مسح الذاكرة الجمعية والسبدالها بذاكرة مختلفة لدينا 21 سبتمبر التي يحتفي بها الحوثيون وكانت قبل أيام من 26 سبتمبر وتم حج كل الطاقة من أجلها ولم يعتقل أي أحد على خلفيتها 26 سبتمبر كان الوضع مختلفا أيضا الحديث عن هذه المناسبات وأسماء حتى أبطال الجمهورية وتغيير أسماء شوارع وما إلى ذلك أخبرنا كثيرا عن ذلك لماذا يريد الحوثيون إستبدال ذاكرة المجتمع وكيف يريدون إستبدالها اليوم المعركة الدائرة بين جماعة الحوثي واليمنيين ليست معركة سياسية يعني اليوم الكثير من المتابعين للشان اليمني خاصة العرب والأقانب يريد أن يختزل المعركة الدائرة اليوم بين جماعة الحوثي والشعب اليمني بالأجدد السياسية وهذا باعتقادي هو بعد واحد لكن المعركة الحقيقية اليوم هي معركة هوية ومعركة فكرية وعقدية والجماعة الحوثي واضحة منذ البداية يعني منذ البداية وضعت وزارة التربية والتعليم في مقدماتها وعينت شقيق جماعة الحوثي على رأسها وقال بصريح العبارة نحن قينا لنصحح الأخطاء التي انتلات بها هذه الكتب وبالتالي الجماعة بدأت معركتها مع الهوية اليمنية قبل إسقاط العاصمة صنعا بمعنى الاحتفالات باسم النبي وتغيير الشعار القموري للون الأخضر ورفع الشعار الرباعي إلى غير ذلك ثم تعددت المناسبات فيما بعد من أقل إيقاد هوية أو ذاكرة قديدة أو منشطات للذاكرة القديدة في مقابل إلغاء الذاكرة الأولى هذا لاحظناه كما ذكرت في عدد من الأشياء قمع الرموز الوطنية اليوم يتم تهميش الرموز الوطنية لصالح رموز قديدة لصالح هذه الجماعة اليوم نرى شعراء نكيرات أصبح شعرهم في الكتب المدرسية وأصبحوا يمقدون ويحتفى بهم وهذا قزء من المعركة أيضا رأينا في هذا القانب إعادة كتابة التاريخ سواء داخل الكتب الإسلامية أو الوطنية إلى غير ذلك السيطرة على الهوية الثقافية من خلال الاحتفالات يعني اليوم وصل الأمر إلى أن تحضر رسائل ماجستير في ملازم أبد الملك الحوثي يعني وهذه قمة المهزلة وهذا الأمر ليس عفويا أو ليس استخفافا وإنما يجب أن ندرك أنه في سياق معركة متعلقة بالهوية اليمنية بذاكرة اليمنين وأخيرا إسكات المعارضة بمعنى أي بؤرة أو منبع لتنشيط هذه الذاكرة كان شاعرا أو كاتبا أو مناسبة أو حتى معلما سيتم محوه ولذلك لا غرابة أن التاريخ خلد لنا أن الذي هشم وحطم ودمر الآثار اليمنية هم الأئمة الذين يعتبر الحوثيون اليوم امتداد سياسي لهم وبالتالي هذه المعركة يجب أن نضعها في إطارها الحقيقي اليوم نحن أمام معركة متعلقة بالهوية عندما رأت هذه الجماعة أن الشعب اليمني ما زالت ذاكرته متقدة لم ينسى سبتمبر ولا قيم سبتمبر ولا حرية سبتمبر ولا المساوى التي أتت بها سبتمبر غاضها هذا الأمر أدركت أنها أمام خطر حقيقي ولذلك نرى بعد 26 سبتمبر أنها أنشأت أكثر من جهاز أمني هذه الأجهزة لا علاقة لها بالأمن الوطني نحن في مثل هذه الحالات ندرك أن الجماعات العقدية تنشئ أجهزة أمنية لحمايتها الداخلية ومن أجل إرهاب الناس ومحوا ذاكرتهم في مقابل تأسيس أو إيقاد ذاكرة قديدة هذا الذي يحدث اليوم يجب أن يتنبه الناس لها اليوم يجب أن نحلل ما يدور في المدارس المسرح المدرسي الطابور المدرسي الكتاب المدرسي ما يدور في الاحتفالات يعني حتى اليوم الصبغة اللونية التي تداء التي في أيام احتفالهم بالمولد النبوي ليست عفوية هي حتى على مستوى الألوان لديها معركة ونحن ندرك أن الألوان جزء من أي معركة بين الشعوب وبين الأمم نرى من يحمل اللون الأسود واللون الأبيض واللون الأزرق إلى غير ذلك وبالتالي نحن اليوم وقد تطرقت المدارس سيد توفيق أريد أن أقل هذه النقطة إلى سيد أحمد لو لاحظنا أن أغلب الاعتقالات بدأت في المدارس وسهدفت المعلمين والتربويين الذين كانوا سيد أحمد هل تسمعوني؟ أسمعوك الله أنا أسمعك نعم لو لاحظنا أنه في بداية الاعتقالات حتى وقبل إقامة يعني قبل مجيء يوم السادس والأشرين من سبتمبر وفي ظل تحضيراتها كانت أغلب المدارس بدأت بالتجهيز للاحتفال بهذه الذكرى وكان المعلمون والتربويون في طليعتها كان الكتاب والصحفيون والنخب الإعلامية أيضا كانوا في طليعتها هؤلاء الناس كانوا هم أغلب من تم اعتقالهم في تلك الفترة وبعد أيضا الاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر فلماذا برأيك تم التركيز على هذه الفئة من قبل الحوثيين في عملية التنكيل والاختطافات؟ في الحقيقة أخي الكريم يعني انقلاب الحوثي المشؤوم عاد لستة وعسير سبتمبر قداسته ومكانته وعرف الجميع عرف الشعب اليمني أهمية هذا اليوم وأهمية الثورة وأهدافه المجيدة وبالتالي كل الناس في توقان وكل الناس في الاحتفال بهذه المناسبة لما رأوا من قمع ولما رأوا من الضهاد من جماعة الحوثي أما بالنسبة للمحتفلين والمحتفين المحتفين بهذه المناسبة الكريمة هم نخبة المجتمع وهم طلائعه وأهم شريعها فيه أولا لأنهم أكثر للشرائع استهدافا ثانيا لأنهم المتنورون لم يتسلط الإماميون عبر تاريخهم إلا في ظل جهل وفي ظل عدم معرفة لكن اليوم المعرفة موجودة متاحة اليوم القنوات تبوث الوسائل التواصل يعني تنقل فبالتالي هذه يعني استهداف الجماعة هي استهداف للنخب استهداف للمؤثرين استهداف للأصوات الحرة استهداف لوسائل التنوير فهي ليست عفوية لأن الجماعة الحوثي ومشروعها هي في عداء المستمر مع العلم وأدواته وبالتالي فهي ترى في الجهل يعني فرصة لتسلطها وفرصة لاستمرارها وفرصة لبقائها وهؤلاء الأدوات التنويرية من طلاب ومعلمين هم الحاج والسط المنيع ضد فكر الحوثي وأيضا ضد مشروعه السلالي الطائفي فأنا وافق ضيفك الكريم بأن معركتنا مع الحوثي ليست سياسية هي معركة فكرية وبالتالي الأدوات لا بد أن تكون يعني تكون أدوات فاعلة أدوات فكرية فهي وبالتالي تستهدف الأدوات الفكرية التنويرية لهذا المشروع يعني تعتقد الآن سيد أحمد أنه عندما يتم ترهيب هؤلاء النخب وبالتالي إسكاتهم سينعكس ذلك أيضا على باقي فيات المجتمع سيطالهم هذا الترهيب ولن يسمعوا إلى الأصوات التي تحثهم على الاحتفاء بالثورة وتمسك بها أكيد أكيد منذ انقلاب الحوثي منذ انقلاب الحوثي مارست كل أنواع القتل والتنكيل والتهجير والتفجير كلها للمؤسسات التنويرية يعني المؤسسات التنويرية سواء كانت مدارس سواء كانت جامعات سواء كانت يعني دور قرآن سواء كانت يعني مساجد فجماعة الحوثي ومشروعها استهتف هذه الأدوات وبالتالي أرعب الناس وخلق يعني حاله إذا كان هؤلاء المتنورون وثلت المجتمع الطاهرة ومشروع اليمن يستهدف وبالتالي سيكون الشخص العادي والمواطن البسيط هو محل إرهاب لأنه يعني مرتبط بوظيفته مرتبط بعمله مرتبط مخوف بمصالحه مهدد بقوت يومه فخلقت نوعا من الإرهاب والإخافة وعدم الإصطار أي رأي مخالف وهي لن تقف عند حد ستستهدف كل من يقف أمامها وكل من يخالف فكرها حتى الفئات والأشخاص المحايدين استهدفت على سبيل المثال جماعة الدعو والتبليل وهي جماعة بسيطة وجماعة مسالمة فمنعتها من أنشطتها في أكثر من منطقة وفي أكثر من محافظة فبالتالي جماعة الحوثي لا تستهدف القوى السياسية أو القوى المراهضة لها سياسيا بل حتى الجماعات التي لا تعتنق ولا تؤمن بفكرها فمعركتنا نحن كيمينين هي معركة هوية ومعركة فكر والسياسي هي جزء من أدوات الصراع نعم سيتوفيق ما حقيقة ما يقال بين الحوثيون بين الحوثيون يبتزون من تم اختطافهم وأسرهم بدفع أموال مقابل الإفراج عنهم طبعا هذا الأمر ليس قديد على هذه الجماعة طبعا هذا الأمر تم رصده منذ عام 2015 ليس فقط المنظمات المحلية هي التي رصدت هذا الأمر من واقع شهادات موجودة على الأرض وإنما حتى تقارير المنظمات الدولية مثل هومنرائد سووتش وغيرها وتقارير فريق الخبراء نفسه يعني حتى الآن نحن نتابع بعض الحالات خاصة المعتقلين من معركة آل قبارة في عام 2018 وهم قنود يستلمون رواتبهم أسرهم ترسل لهم برواتبهم الشهرية ويستلمها راتق يعني موظف من السجن الذي يقبع فيه هذا الرجل ويأخذ ما يقارب نصف في المئة إلى قيوبهم يعني اليوم الابتزاز على نطاق واسع هناك معتقلون تم الإفراج عنهم وصلت خسائرهم إلى ما يقارب 10 مليون والبعض 15 مليون يعني عملية الابتزاز قائمة لأن بالفعل هذه الجماعة لم تستطع كثير من أفرادها أن يتحرر من شروق من شروق الحسابة سيد وفيق إجبار الناس على دفع هذه المبالغ الباهضة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب ألا يجعل الناس يتخوفون من الخروج في السنوات القادمة في مظاهرات إذا كان مصيرهم إما الاعتقال والإخفاف في السجون أو دفع مبالغ طائلة لا يستطيعون جمعها هل هذا يجعلهم يخافون في الخروج للسنوات القادمة لحياة هذه الذكرى طبعا الخوف والرهبة التي يمكن أن تصيب المواطنين والمدنيين أمر طبيعي وهذه الصفة في الإنسان لا عيبة فيها خاصة في ظل أنظمة تسلطية ديكتاتورية كثير من الشعوب استمرت تحت حكم أنظمة تصل إلى خمسين عاما سبعين عاما لكن في النهاية هذه الشعوب تفيق هذا الضغط الذي يمارس بصورة مستمرة بصورة متعددة لا يمكن أن يقبل به الإنسان تتوالد الأجيال ودثار كثير من الأسئلة وتتحرك النخوة لدى الناس حتى بالنهاية تسقط هذه الأنظمة مهما فعلت نعم نقول سيحدث نوع من الرهبة سيحدث نوع من الخوف وهذا ما نراه اليوم ونحن نتواصل من أجل بعض القضايا أو من بعض أشياء معينة تجد الخوف والرهبة وعدم ذكر الاسم إلى غير ذلك وعملية التنقلات إلى غير ذلك هذا أمر موجود وطبيعي في ظل قبضة أمنية وللأسف الشديد في ظل ضعف أدوات المناصرة والضغط على هذه الجماعة لكن إلى متى سيستمر هذا الضغط إلى متى أنا باعتقاد الضغط الشديد سيولد حالة من الانفجار وباعتقادي اليوم مناسبة السادس والعشرين من سبتمبر هي كانت مناسبة لرفع الصوت المجتمع الذي لا يستطيع أن يعبر عن كثير من آهاته الذي لا يستطيع أن يقول أين راتبية الذي لا يستطيع أن يقول أين الخدمات الذي لا يستطيع أن يقول أين الصحة الذي لا يستطيع أن يقول للظالم أنت ظالم وقد في ستة وعشرين لأن المجتمعات الذكية بفطرتها الذاكرة الفعل الجمعي فعلا ذكيا لا يمكن أن يكون فعلا غبيا وبالتالي هي أرادت أن ترسل رسالة لجماعة الحوثي نعم أنتم تطاردون أنتم تعتقلون أنتم ترهيبون لكن 26 سبتمبر على الأقل متنفس وبالتالي جماعة تشعر بنوع من الحرق أن العملية ليست احتفال وإنما العملية هي الإضرار بالأمن العام من هذا الكلام الذي لا يقبل لكن هي صرخة وربما تكبر غدا ولا تستطيع السيطرة عليها ضيوفي الأكارم ومشاهدين الأعزاء اسمحوا لي أيضا أن أصدف معي في هذه الحلقة من تعزبر الأقمار للصناعي الكاتب الصحفي سلمان المقرمي أهلا وسهلا بك معنا سيد سلمان نتحدث عن دور الإعلام في تناول مثل هذه القضايا وطريقة التعاطي مع ملف معتقلي السادس والعشرين من سبتمبر أكون صارح معك تقريبا ينضمي لنا عبر الإسكايب عفوا أثناء إعداد هذه الحلقة در نقاش داخل طاقم البرنامج عن طريقة التعاطي مع هذا الموضوع البعض قال بأن وسائل الإعلام تساهم في الترويج لرواية الحوطين وتخويف الناس من الخروج لاحقا في أي مناسبة وطنية أو حتى الخروج ضد الحوطين والبعض قال يجب التسليط الضوء أكثر على انتهاكات وممارسات الحوطين القمعية ضد هؤلاء كونك صحفي سيد سلمان ما هو الجانب الذي تميل إليه أكثر أهلا وسهلا أولا أود أن أقول أن أداء الإعلام اليمنى تجاهها قضايا المستطفين وقضايا أخرى بشكل عام ومعنا أعمل في هذا المقال سيئ جدا يعني الآن لنا أكثر من شهر ونصف من معتقالي سبتمبر وليس هناك إحصائية رسمية أو تقديرية عن عدد هؤلاء المختطفين عن عدد هؤلاء المعتقالين هناك يعني مموعة كبيرة من القرائم لا يوجد لديها رأس لا يوجد لديها تراكم لا يوجد لديها يعني لا يوجد فاعلية ولا يوجد تراكم ولا يوجد حتى مؤسسات تستطيع أن نعرف كما الذين أعتقلوا أو الذين أعتقلوا على مدى السنوات يعني استثناء بعض المحاولات يعني تقوم بها المنظمات يعني شقاعة مثلا من منظمة سامة والأخص أيضا أكثر من ذلك منظمة رابطة أمهات المختطفين يعني تقوم بأداء بشكل عام بأداء فعال إلى حد ما لكن هذا لا يكفي نتيجة لكثرة القرائم يعني الآن لا الحكومة اليمنية لا منظمة حقوق الإنسان المحلية لا منظمة الدولية لا وزارة حقوق الإنسان لا تقديرها معينة لم تنشأ أيضا هيئة معتقالية الأسرى مثلا يعني أمهات المختطفين تعمل حد الأدنى يعني بشروطها قدمت أداء معين أو أداء جيد وممتاز لكن ليس بالشكل الكاف يعني ليس بالشكل الكاف لا أستطيع أن أنقذ هذه المنظمة لا أستعرف كيف ظروفها وكيف آلية عملها لكن بشكل عام المحتوى الوسط اليمني والمؤسسة اليمنية سواء عبر الإعلام أو عبر المنظمات الحقوقية هي أقل بكثير من المتوقع منها هذه النقطة الأولى النقطة الثانية تحويل يعني منع الناس من الحديد عن الشأن العام هو نشف كل قضية نشف ما يعانيها الناس بالتالي سيكون قريمة عظمى بحق الناس بحق الإعلام سيكون قريمة عظمى أن يرتكب الإعلام يعني قضية الصم تقاه القضايا لكن أنا أعتقد أن تناول الإعلام لهذه القضية يسعى إلى تكبير ما يقوم به الخوثيون من عملية التنكيل وترهيب للناس وبالتالي عندما يشاهد المشاهد العادي في شاشات التلفزيون عن ما يقوم به الخوثيون سيتخوف لاحقا من الخروج في وجه الخوثيين يعني نتذكر آخر من شور لمحمد المياحي فك الله أسره أنه قال المسألة تحتاج في مواقهة تلك الرذيلة والقريمة الرذيلة تحتاج إلى شقاعة الأنبياء من قرر المواقهة لن يتأثر ومن هو قبانهم من بيته هو يخطق لهم بررات لأنه حتى الحوثي نفسه لا يترك للناس الذين قرروا الاعتزال والصمت والفضوع لا يترك لهم مقال لازم يطال لهم أذاء لازم يطال لهم قريمته لازم يطال لهم شره وبالتالي الترويع أو الكشف عن القرائم هو يولد الشقاعة بعكس ما كعكس ولا يولد القوبل بمعنى لنعيد لننظر الآن إلى ماذا حدث للمجتمع اليمني منذ 2015 حتى الآن باختصار شديد منذ 2015 حتى 2018 لم نشد سواء مظاهرات محدودة كانت تنظيمها أمهات المختطفين في صنعها ومعدة محافظة وقتلها الحوثي مظاهرات محدودة في 2018 كانت أول مظاهرة بعد مقتل صالح من أن صار مقتل صالح حقوق معي هذه القامعة بدأ يتلاشى تفريقيا منذ قريمة الأغباري يعني رأينا الناس كيف أنهم تظاهروا بعد انتشار فيديوها تلغى الأغباري مع أن القضية القنائية لكن المجتمع شعر أنها تستفزو وخرج إلى التظاهر لاحقا في اليوم الثاني من التظاهرات حينما كانوا ينوون تنظيم تظاهرة أكبر في اليوم الثالث أرسل الحوثيون عبر وسائل إعلامهم عبر ناشطهم أنهما يمنع التظاهر مقابل أن الحوثيين سيقومون بالواقفة كهؤلاء عند هذه النقطة بدأ للمجتمع أنه يستطيع أن يكتاز يعني خطوط حمراء للحوثيين أو يدوس على خطوط الحمراء للحوثيين رأينا ذلك لاحقا بعدها بسنة واحدة في مظاهرات في احتفالات فوز المنتخب اليمني صحيح أنها كانت من سبرياضية لكن المضمون والفعالية والهتافات والشعارة التي رفعت والأعلام كانت وطنية في 2022 كانت المظاهرات أكبر وفي 2023 كانت المظاهرات عبر المحافظات وفي 2024 يعني كان اضطر الحزيل اعتقال الآلاف يعني سمعنا آلاف الناس الذين يتكلمون رأينا أيضا حتى مثلا أسرة الهمداني أسرة ربولة الأعمال الهمداني يقولون في آخر من شرورهم قبل أيام سنقاوم لن نصمت لن نصمت أمامها يعني مهما هددوا مهما ضغطوا صمتنا سنة والصمت لم يجد يعني إذا كانت حتى الأعلام الوطنية تستفز الحوثين فما بالك بانتقادات ومعارضة باقي فئة الشعب ضد الحوثين وقد تطرقت إلى موضوع الكاتب محمد المياحي فك الله أسرة سيد سلمان لعلنا نتذكر آخر منشور قاله المياحي قبل اختطافه عندما شارك في تطاهره في ميدان السبعين دعا إليها الحوثيون بمناسبة المولد النبوي ذهب إلى هناك لرؤية ما الذي يجري قال في خلاصة ما شاهده هناك قال حزين لمآل هذا الشعب حزين مصدوم وغاضب لا يجوز السماح ولو للحظة واحدة لهذا المشروع المخيف بأن يمرر ضلالته على هذا الشعب المسكين أن يقف رجل بضحالة عبد المالك ليخطب في حشود يمنية في السبعين هذا المشهد يجب أن يكون مصدر خجل عميق لكل عقل في هذه البلاد سيد سلمان إلى أي مدى أوجع هذا المقال ميليشيا الحوثيلي يتم اختطافه وإخفاؤه حتى الآن إلى الحد الذي ارتكبت به هذه القريمة وقريمة الإخفاء والخطف القصري هي من أخطر القرائم ترهيب الترهيب الإخفاء أمام الخوف أمام هذه الكلمة يكشف إلى أن كيف هي ضعيفة أمام أمام مثل هذه المقالات أمام مثل هذه الحقائق أمام مثل هذه المواقهة مقاله المياحي يثبت تماما أن المجتمع اليمني تقاوز الرعب معنى أن عبد الملك الحوثي حين كان يحكم بالرعب لم يكن هناك تظاهرات الرعب لهم مفاهيم متشابهة مثل الرادع أو توزن الرعب أو شيء يجعل الطرف الآخر لا يقدم على شيء يستثير الطرف يستثير خصمة بينما ما حدث في 26 سبتمبر أن المجتمع اليمني وما كتبه محمد المقال المياحي وما كتبه آلاف آخرون لا نعرفهم ولا تعرفهم سواء أسرهم وهذا مشكلة الإعلام للمنظمة الحقوقية اليمنية ولا حزاب اليمنية مشكلة يمنية بشكل عام مشكلة وطنية خطيرة أن هؤلاء تحدوا الرعب الحوثي وهزم الرعب وصار الحوثي هو المرتعب أكثر منهم وما يقوم به من اعتقالاته ومحاول يائس منه للسعادة الردى رأينا مثلا منشور الشيخ معامر أبو حاقب قبل قليل نشره على صفاته في فيسبوك قال أنه خرق من السقن أقوى مما كان وأنه سيعمل أكثر مما كان يعمله قبل خطفه وسيقوم به آخرون نفس الأمر يعني رأينا في حكاية محمد الصحفي محمد الصهباني حين خرق عن أناس عن شخصيات صغيرة في السنة أو شاب في بداية العشرين من عمرها أو عند هذا العمر يتحدون وكانوا مصدر قوة للمعتقلين والمصطوفين وكانوا هم يعني يحولون الحوثي نفسه إلى سخرية ما محمد الميحي حق قال أنه رذيلة وهؤلاء أضافوا إلى رذيلة يعني كانت تنتيجة عقسية كان الحوثي ينتظر أن يخافوا وأن يرتدعوا لكن خرجوا وهم أكثر شجاعة من قبل دعني الآن أتوجه إلى سيد أحمد من مأرب سيد أحمد في هذا الصدد أيضا لعلنا نتذكر ثلة من شباب مدينة السدى في محافظة إب عندما تم الإفراج عنهم تم استقبالهم من قبل الأهالي بالأغاني الوطنية والألعاب النارية والأهازيج وكانهم أبطال خرجوا من سجون المحتل كان البعض يتخوف بأن يعني كان البعض يتوقع بأن يخاف الناس حواليهم أو حتى يتبرعوا منهم لكن كانت النتيجة عقسية لماذا برأيك؟ رأيي أن 26 سبتمبر له مكانة عظيمة في قلوب اليمنين وبالتالي هذه المكانة تجعل كل شخصا أنه لا يهاب أي من الأنواع الأذى أو الضهات أو القهر إذا كان هؤلاء أبنائهم احتفلوا ودخلوا إلى السن ثم خرجوا فالآباءهم أكثروا شكيمة وأقوى عزم وإصرار ولو كان الشعب بمثل هؤلاء الأهالي ولو كانت القواه ونخبه وناشطيه بهذا القدر من التفاني واتفاع عن الثوابت الوطنية وعلى الهوية الوطنية الحوثي كم حجمه؟ أيضا يدلل على نفرة المجتمع اليمني من الحوثي وسياسته وأنه لا قبول له تخيل عندنا في منطقة محافظة المحويت رأوا شعله في اليوم السادس والعشرين فطوقوا المنطقة والقرية يعني بعدد من الأطكم فوجدوا أن من أشعل هذه النار هم عبارة عن أطفال استدعوا الأهالي واستدعوا الآباء إلى فقالوا من أشعلها هم أطفال إذن سطوة الحوثي وغلبته واستبداده لم يثني ولم يغير حتى عقدة هؤلاء الأطفال فما بالك بالآباء الذين ترعرعوا وعاشوا وتعلموا في ظل ستة وعشرين سبتمبر فهذه الثورة المجيدة منحتهم الشيء الكثير منحتهم العلم منحتهم الحرية جعلتهم لهم القول والفعل على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي فيما كانت حقبة الإمامة كان حقبة بغيضة ومن عاش مرارة الإمامة لا يمكن أن يقبل بتسلط وجبروت الحوثي الذي هو أقل وأضعف وأضعف من تلك الكيانات التي كانت فعلا راسخة في ظل مجتمع كما أسلفنا جاهل منقسم على ذاته تتنازعه العشائر والمشيخات لكن الشعب اليمني عند التوقان لمسألة الحرية والقذاق من ويلات الحوثي وتجرع من مآسيه من الشيء الكثير مما يجعله قادرا على مواجهة الحوثي لو لا خذلان النخاب والمجتمع الدولي وكذلك الأطراف الشرعية والفاعلة نعم سيتوفيق لا أخفيك عندما تحدثت أن هناك استراتيجية لدى الحوثي في عملية تغيير الداكرة المجتمعية عن طريق إحلال ما يتعلق بها والسبدال الداكرة البطنية بما يريدون هذا الموضوع مخيف في حقيقة الأمر إذا استمر الوضع على ما هو عليه وستمر الحوثيون في الحكم سيتم نسيان المكاسب الوطنية الثورة الجمهورية أسماء الثوار الأحرار أو الثوار الجمهورية الذين أقاموا ثورة الجمهورية وما إلى ذلك ألا يمكن التعامل مع هذه المسألة بطريقة مختلفة لا تكون نتيجتها بهذا الشكل في الحقيقة من يفك في الواقع سيصل إلى نتائج مخيفة اليوم لدينا جيل عمره عشر سنوات يعني من كان عند الانقلاب خمس سنوات أصبعه عمره خمس عشر عاما أن تتصور خلال خمسة والعشرين عاما حدث تغيير كامل بما فيه حتى الحكايات الصغيرة اليوم من يتابع القنوات لجماعة الحوتي خاصة الأطفال المسلسلات أو البرامج الأطفال سيقد حتى مقرد الحكاية تم تغييرها وتم استقلاب قصص كرتونية ربما من الخارج بدأت الأناشيدة التي تتحدث عن المهدي وتتحدى إلى غير ذلك أصبح اليوم نقطة ارتكاز تدار حولها الطفولة متعلقة بالمهدي وعبد الملك والمخلص إلى غير ذلك وهذه تتطور خطير لكن ما يمكن أن يبعث فينا الأمال أنه كثير من الأنظمة الاستبدادية أو على سبيل المثال هتلر في ألمانيا خلال فترة حقبة حكمه ومارس تقريبا نفس الممارسات التي مارسها جماعة الحوثي الاحتفالات والأهازي التحركات والشعارات لكن عندما سقط هذا النظام كان هناك مشروع بديل استطاع أن يمسح بصورة كبيرة جدا من ذاكرة القيل الأول ما زرعته الهتلارية ويبدأ بحالة قديدة أضف إلى ذلك أن المهم أن تكون هناك تشريعات قانونية شديدة في هذا الأمر عند أي عملية إصلاح بحيث لا تسمح بالتهاون أو بتسرب مثل هذه الأفكار إلى عقول الأجيار باعتبارها أفكار متطرفة وغير قابلة للحياة وغير قابلة للعشق وغير قابلة للإنسانية لكن في المجمل إذا ترك الأمر على هذا الحال بدون مشروع بديل ممنهج عقلاني مقبول أنا باعتقادي سيكون مخيف حتى لو سقطت هذه الجماعة نحن ندرك متى سقطت الإمامة سقطت في 62 ومع ذلك ظلت أذيالها في الاحتفالات في الأعراس في الأناشيد في الأهازيك في الاحترامات إلى غير ذلك لأنه لم يكن هناك للأسف الشديد مشروع متماسك بديل للإحلال لهذا الجانب هذا الأمر يجب أن نتنبه إليه جيدا لأن هذه الجماعة بالنهاية ستسقط أصبحت هذه الجماعة ممجوقة يعني تعيش رمقها الأخير بغض النظر عن الاستعراض الذي تمارسه لكن من يدرك هذه الجماعة تاريخيا ويتتبع هيكلها وبذورها سيجد أن هذه الجماعة لن تستمر طويرا الإشكالية في هذه الجماعة أنها تعيش على ضعفنا على ضعف القوى الوطنية على تشارذمها على عدم اتفاقها على مشروع وطني واحد هذا الذي يجعل هذه الجماعة تتمادى وتستمر ويمنحها الفرصة لتغول أفكارها ونحن بالحقيقة مساءلون كلنا ضمن المشروع الوطني عما تجني هذه الجماعة بحق الأجياء إذن شكرا جزيلا لك ضيفي عبر الإسكايب رئيس منظمة سام للدفاع عن الحقوق والحريات المحامي توفيق الحميدي أشكر أيضا ضيفي من مأرب عبر الأقمار الاصطناعية الباحثة الأكاديمي دكتور أحمد قطينا وأشكر ضيفي عبر الإسكايب الكاتب الصحفي سلمان المقربي مشاهدين الكرام شكرا لكم على طيبة المتابعة اشتركوا في القناة